هلو او بريبادي بيس بي اوبن يو ديس از مسل محمد طلحة نيور واتشنج لرن انجليش وز مسل طلحة حبيبي طلبت وطلبات صف الثالت الاعدادي تعالوا النهاردة نشوف درس الجرامر اللي موجود في جانت 2 في الوحدة التانية واللي بيكلم عن ال countable and uncountable نونز الاسماء المعدودة والاسماء الغير معدودة وازاي استخدم ال quantifiers قبل الاسماء المعدودة والغير المعدودة شكل many much a lot of few little a little a few fewer less fewest and the least طبعا النهاردة لازم نعرف ازاي افرق بين الاسماء المعدودة والغير معدودة وكمان ازاي استعمل ال quantifiers دي قبلها وازاي اضرقار ما بينها تعالوا نشوف الاول ايه الفرق بين countable and uncountable nouns يعني الاسماء المعدودة والاسماء الغير معدودة طبعا له tantable nouns يعني اسماء اقدر اضعوا قبلها an او onejas او اي رقم يعني لما اقول انا ابدن الالم ده معدود لان يمكن اشتعوا و pops يعني الامين اثنين طيب لما اقول ان اورنج يعني ان اورنج برتقالة خلاص ديت اسم معدود بقدر احطها ابلها ان والجمع بتاعها اورنجز برتقال وان اي ساي وان بوكس يعني صندوق خلاص يبقى اذا انا حطيت قبله وان فاذا هو اسم معدود والجمع بتاعه بوكسز يعني سندي يعني لما اقول كات الجمع بتاعها هتقولي كات قطط يبقى انا حطي اطلع اس بس طيب بحط اس للاسماء اللي بتنتيب اس اتش سي اتش اس اس او اكس يعني انا عندي مثلا كلمة دش حلاقي الجمع بتاعها دشز كلمة ماتش حلاقي الجمع بتاعها ماتشز كلمة دريس فستان حلاقي الجمع بتاعها دريسز لاحظ ان انا في كل ده ضفت اس كلمة شكل كلمة بوتايتو يعني بوتاطساية حلاقي الجمع بتاع بوتايتوز يعني بوتاطس انا جمعته باضافة اس وعندنا كلمة بوكس اللي هي الصندوق الجمع بتاعها حلاقي بوكسز يعني سنديب انا هنا زودت اس طبعا ما ملاحظت ان كل حاجة لها شواز يعني القاعدة هي دي لكن اكيد لكل قاعدة طبعا شواز يبقى انا بحط اس على الاسم اذا انتها الاسم باحد الناها هي دي اس اتش تي اتش اس اس او اكس طبعا عارفين الجمع الشاز شكل من من ومن ومن طبعا هنا ولا ضفت اس ولا اس ولا قلبت y لا اي اس ولا اي حاجة طبعا انا عارف ان انا بقلب ال y لا اي اس اذا كان قبلها حرف ساكن لكن لو قبلها حرف متحرك ما مقدرش يعلب يعني انا عندي كلمة boy ولا دي الجمع بتاعها boys اولاد هنا ما حاولتش ال y لان قبلها حرف متحرك اما لو شفنا كلمة شكل كلمة story اللي هي القصة حلال والي منتهي بيه يبقى اذا هقول لازم هنا نقلب الوي لآي اس. عندنا النوع الرابع ان انا بقلب الاف او الاف اي لفي اس يعني لو انا شفت كلمة شكل كلمة نايف يعني سكينة حلاقي الجمع بتاع النايفز يعني سككين. هنا هقلب الاف اي لفي اس. كلمة شكل كلمة والف يعني زئب حلاقي والفز. زئب حلاقي ان انا قلبت الاف لفي اس. اذا دي انواع الجمع المختلفة. ممكن اضيف اس. ممكن اضيف اس. ممكن اضيف اس. ممكن شكل كلمة people يعني الناس كلمة جمع ملهاش مفرد كلمة شكل كلمة sweet حلاقي انها كلمة جمع ملهاش مفرد طبعا ممكن نلاقي كلمات تمشي مفرد وجمع like fish fish الجمع بتاعها برضو حلاقي fish كلمة شكل كلمة sheep يعني خروف حلاقي الجمع بتاعها برضو sheep خير فان يبقى المفرد وهو الجمع كلمة شكل كلمة deer يعني غزال برضو الجمع بتاعها deer يعني غزلة يبقى اذا في اسماء مفرد هي هي الجمع وفي اسماء جمع ملهاش مفرد طب الاسماء اللي مفرد وجمع دي حارف ازاي انها مفرد وحارف ازاي انها جمع من خلال موقعها في الجملة او الاداة اللي جايب لها في الجملة يعني هنا وجيت قلت لك يا ترى الشيب هنا جمع المفرد اكيد هتقول لي انها جمع ليه لاني جاب لها ثري وثري ده رقم جمع فبالتالي حقول بيبقى الشيب هنا جمع يعني انا شفت غزال امس طبع لو جيت قلت لك الدير هنا مفرد لجمع اكيد هتقول لي ان هو مفرد ليه عشان جاي قبله او 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 ان ما بيجيش غير قبل الاسم المفرد نيجي الاسماء الغير معدودة والاسماء الغير معدودة هي الاسماء اللي انا مقدرش احط قبلها او الان ولا اي رقم يعني اسماء مقدرش عد منها واحد واثنين وثلاثة وطبعا دي اسماء كتيرة شكل الايل شكل الزيت شكل الجوس العصير شكل الطايم الوقت خلي بالك شكل الانترست يعني الاهتمام او الاسماء المعنوية عموما شكل السليب اللي هي النوم شكل البريد الخبز شكل النيوز الاخبار كل دي بقول عليها اسماء لا تعد شكل information المعلومات الاسماء دي كلها اسماء لا تعد والاسماء لا تعد شكل ما قولناها انا مقدرش عد منها يعني انا مقدرش اقول one oil ولا two oil ولا three oil ولا قدر اقول one juice ولا two juice ولا three juice بس مهم جدا ان انا اركز على اسماء معينة دايما الاولاد لما بيشوفوها بيقول على طول انها اسماء جمع تاني بركز على اسماء معينة الاسماء دي لما بيشوفوها بقولوا انها جمع او بيقولوا انها بتتعد يعني لو خدنا مثال شكل كلمة bread الخبز اول ما الناس هتشوف bread حاولوها مصر والله الخبز بيتعد هقولك لا المقصود ان كلمة خبز لا تعدي يعني لما اروح للفران ما بقولوشه ديني خمسة خبز انا بقوله ديني خمسة رغيفة يبقى اذا اللي بتعد هو اللي هو رغيف الخبز عندنا مثلا كلمة money يعني ايه money مال كلمة مال لو انا سألت اي واحد بتعد ولا بتعدش هقول لي لا بتتعد الفلوس تتعد هقوله جميل بس انا لما اروح لبابا اقوله ديني خمسين ما بقولوش ديني خمسين فلوس انا بقوله ديني خمسين جنيه يبقى إذن اللي بتعدي الوحدات بتاعت الفلوس يعني الباوند الجنيه والبياستر القرش ده بيتعد وده بيتعد لكن كلمة ماني نفسها لا تعد كلمة تانية شكل كلمة نيوز أخبار طبعا أول ما الناس بتشوف آخرها اس على طول بيقولي ده اسم جامع حاوله لا طبعا ده نيوز اسم لا يعد ودي من الأسماء الناس بلغبط فيها كلمة شكل كلمة يعني معلومات اللي برضو المعلومات اسم لا يعد تاني اسم لا يعد كلمة time معناها وقت حولك اللي بتعد من الوقت والساعات والدقائي لكن كلمة نفسها لا تعد إلا لو كان معناها مرة يعني لو كلمة time دي معناها مرة فإذن هي اسم يعد ممكن نقول one time two times three times and four times طبعا في بعض الأسماء اللي في نهاية اس شكل نيوز كده لا تعد شكل اسماء المواد يعني لما جاول كلمة شكل كلمة ماث اللي هي الرياضيات طبعا كلمة لا تعد اسماء المواد أو العلوم اسماء لا تعد كلمة شكل كلمة physics يعني physics يعني الفيزيكس يعني الفيزياء الناس لما بتشوف بتقول لك اه ده اسم يعد ده حاولك لا ده اسم لا يعد كلمة شكل كلمة politics politics اللي هي السياسة حاليا في اخيرها اس حاولك بازداعي المالم السياسة فبالتالي ما قدرش تجمعه يبقى كل المواد وكل العلوم اسماء لا تعد حتى لو في اخيرها اس طيب نتنقل بقى لمرحلة تانية وهي المرحلة اللي انا هستخدم فيها الـ الادوات اللي انا بستخدمها قبل الاسماء المعدودة والغير معدودة وحنبدأهم طبعا بالبص الكبير اللي هو lot of lot of معناها كثير من تاني lot of معناها كثير من وقال لي بتيجي قبل countable يعني الاسماء المعدودة وال uncountable nouns والاسماء الغير معدودة خلي بالك من رسم التوضيح اللي انا هرسمه ده لان مهم جدا حطه في ذهنك دايما تاني quantifiers اولهم lot of lot of معناها كثير من بتيجي قبل الاسماء المعدودة والغير معدودة تاني قبل الاسماء المعدودة والغير معدودة for example على سبيل المثال when i say there are a lot of dogs in the street يعني يوجد الكثير من الكلاب في الشارع طيب لو بصينا هنا على كلمة lot of حلقائيها جاي قبل dogs والدوكس ده اسم جامع فبالتالي lot of بتيجي قبل الاسماء الجامع طيب a lot of بتيجي قبل الاسماء التي لا تعد ايضا بمعنى برضو كثير من when i say i have i have a lot of time to answer the question يعني انا عندي وقت كتير عشان اقدر اجاوب على السؤال تاني انا عندي وقت كتير عشان اقدر اجاوب على السؤال طيب هنا هشوف allot of حلقائيها جاي قبل اسم لا يعدي بايزا allot of بتيجي مع الاسم المعدود والاسم الغير معدود يعني بتيجي قبل الاسم الجامع والاسم الغير معدود قال لي بقى مع allot of هلاقي في كلمتين بيسوها بس هنا هيبدأ يختلف المعدود وغير المعدود قال لي مع المعدود هلاقي كلمة كثير من اسمها many اما مع الغير معدود هلاقي ها much تاني يبقى much ومني معناها كثير من يعني بمعنى allot of بس many للمعدود ومش لغير المعدود طب يا مستر قال لي لو جاء allot of ومني والاسم معدود او جاء allot of much والاسم غير معدود اللي حيحصل قال لي هيفضل استخدام many ومش في النفي والسؤال تاني many much هفضل استخدامهم في النفي والسؤال طب allot of قال لي هفضل استخدامهم في الجمل المثبتة تاني يبقى allot of بفضل استخدامها في الجمل المثبتة ومن much بفضل النفي والسؤال for example على سبيل المثال when i say i saw a lot of or many or much people in the park يعني انا شفت ناس كتير في الحضير طيب هنا دايما لما يجيب لي يا جماعة في قلب الاختيارات قال لي لازم أبص وراء الأقواس الأول إذا ما حدد ليش اللي وراء الأقواس بحي حدد لي نوع الجملة بمعنى لازم أبص على كلمة people people دي حليها اسم جمع وطالما طلع اسم جمع يعني اسم عدود فبالتالي ما ينفعش اختار طيب يبقى لي طالما يداني الاتنين بيجوا قبل الاسم الجمع طيب بناء على ايه قال لي بناء على النفي ويه الجملة المثبتة والسؤال هنا علي ان الجملة مثبتة ويعني ايه مثبتة يعني ولا هي نفي ولا هي سؤال فبالتالي هاختار a lot of تاني هاختار a lot of لو اداني نفس الجملة وقال لي I didn't see وقال لي في الاختيارات a lot of many much people in the park في الحضير هقول له نفس الكلام هبصت على people هلاقيها اسم جمع طب طالما طلعت اسم جمع يبقى ماتش بحتروح خلاص مش هينفع تيجي معانا طب يبقى لي many and a lot of لاتنين بيجوا قبل الاسم الجمع يبقى لازم اروح لنوع الجملة هلاقيها منفية يبقى هفضل مني هفضل مني وخلي بالك ان ده كله تفضيل يعني انا عادي في الجملة المنفية وبس هيام الشاعة ممكن عادي استخدم a lot of يعني اقدر في الجملة دي مفيش many ومش مديني غير much وقالة اف حاولوا لا باشا حاخد a lot of ما تقوليش بقى مش هينفع وانا مش حاخد حاجة هو غلطان لا 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 لو هو ما دنيش many عادي جدا ناخد a lot of حتى في الجملة دي قدر مش مديني a lot of وقال لي i saw people in the park طيب وقال لي اختار مفيش الله much or many a lot of قال لي عادي خالص حاخد many اوعى تاخد much اوعى ما تختارش وتقول والله ما انا مختار لي يا سيدي اصلي هو المصر قال لي ان a lot of في المثبتة ومني في المنفية فزا جيت الجملة مثبتة وما فيش اللي مني وانا شواخد مني لا طبعا ما امفعش الكلام انا هاخد many عادي خالص طالما فيش a lot of يبقى تاني اللي احنا بنقوله ده اسمه تفضيل يعني انا بفضل a lot of في الجملة المثبتة ومني ومتش في الجملة المنفية يبقى انا لما اجد ديك مثال تاني واقول لك i have a lot of many or much sugar in my tea طيب برضه حبص على مين قال لي حبص على sugar الاسم على طول الجاور قال لي اسم لا يعد طب طالما لا يعد يبقى راحة مني بقى much a lot of طب ااخد much a lot of يبقى لازم ابص النوع الجملة نوع الجملة هنا جملة مثبتة يبقى بالتالي a lot of مصر طب ما فيش a lot of حادي جدا ااخد much بس طالما فيه a lot of ومتش هنا التفضيل بيكون لكلمة a lot of لان الجملة مثبتة ولو كانت الجملة منفية كنت اخدت طبعا much يبقى تاني a lot of ومن ومتش نفس المعنى a lot of يفضل استخدامها في الجملة المثبتة من ومتش يفضل استخدامها في الجملة المنفية والسؤال تعالى بقى انقل شوية هلاقي كلمة few بمعنى قليل وعندنا كلمة little بمعنى قليل بس دي لغير المعدود يبقى تاني لازم اخلي بالي من المنصر few قليل المعدود قلي ساعات بيجيب لي قبل few a وساعات بيجيب لي قبل little a وهنعرف الفريد دلوقتي ما بين little و little و few و a few طيب يبقى ازا few معنى قليل ولتل معنى قليل few معدود ولتل غير معدود تعالى نشوف امثلة على كده لما يجي قول لي I have little many few Jews in my glass اه هنا برضو حبص على الاسم اللي هي جوس الجوس مالو اسم لا يعد يبقى راحت فيه وراحت ميني لان الاتنين مع الاسم الجامل بباليش غير little فيبقى I have little juice in my glass تاني I have little juice in my glass هنا يسعي احمد has has little few much friends وقالت اختار برضو حبص على friends قال ليه حليها اسم جامع راحت little لان بتيجي مع غير المعدود وراحت much لانها بتيجي مع غير المعدود ما بقى ليش غير few وهي بيجي لي بالمنظر ده طب اقدر يا مصر جاب لي few مع many يعني كتير مع علي هقول لك حاجة جميلة جدا ويني سايز احمد نفس الكلام هو احمد has وداني little ولا few ولا much ولا many وفالي الاقواس وقال لي friends وبعدين قال لي اختار كده حقول لك لا عمره ما حاجبها لك بالمنظر ده لاني لما اقول احمد has اشوف كلمة friends عليها جامعة طيب من عندي من تنفع وفيو تنفع ممكن اقول احمد عنده اصدقاء قليلين واحمد عنده اصدقاء كتار قال لي هنا لازم هيكمل لي المعنى عشان يقول لي انا اخو كتير ولا قليل واللي بيعرفني انا اخو كتير ولا قليل هو معنى الجملة يعني لو جي بعدها بعد ما قال لي كده وقال الفلسطوب قال لي he is very happy يعني هو سعيد جدا تاني هروح للإسم هلاقيه جامعة راحت much راحت little لانها الغير معدود بقى few ومني طب حقول احمد معاه اصدقاء كتير ولا قليل وبعد كده بيقول لي ده هو سعيد طالما سعيد جدا يبقى الاصدقاء اللي عنده many not few طيب لو قال لي he is sad يعني هو حزين قال لي لو قال لي ان هو حزين قال لي فبالتالي هاخد few ليه لانه لو حزين خلاص يبقى ايزا الاصدقاء اللي عنده قليلين مش كتر يبقى تاني اما حيجيبها لصريحة few والاسم معدود اما حيجيب للتل ما هيسم غير معدود ولو جاب لي كتير وقاليل اللي بيحكم لي حبيبي هو معنى الجملة تاني اللي بيحكم لي هو معنى الجملة صحيب يا بيسر بقى ويلفر بين a few few a little a little قال لي لو حط قبل few a فعيزا هنا المعنى ايجابي اما لو من غير a فهو معنى سلبي نفس الكلام في little a little ايجابي little سلبي او بمعنى اخر a few يبقى دا يكفي اما few لا يكفي a little يكفي ولتل لا يكفي على سبيل المثال when i say i have little a little few a few sugar in my tea i can't drink it اه بقول لنا معايا سكر كده كده المعنى قليل طيب حابص على كلمة sugar حلاقيها طبعا اسم لا يعد اذا راح تقفيه وراحت فيه بقى little وقالتل طب انا عايز اختار واحدة هشوف يكفي ولا يكفي طب يكفي او لا يكفي حيبقى على حسب قال لي على حسب معنى الجملة تاني على حسب معنى الجملة طيب هنا بقول لنا معايا سكر ايه في شيء وقال لي مش حقدر اشربه طالما مش حقدر اشربه فبالتالي القليل هنا لا يكفي فبالتالي لازم اختار little تاني لازم اختار little طب يا مستر لو كان قال لي i can drink it يعني i can drink it يعني انا اقدر اشرب الشاي ده قال لي لو قال لي انا اقدر اشرب الشاي على طول وحروح لي a little لي يا مستر قال لي لان انا اقدر اشرب الشاي معناها ان القليل من السكر يكفي القليل من السكر يكفي تعالى نفس المثال اللي قلناه قبل كده when i say he has هو عنده few ولا few little a little friends وبعدين قال لي he is happy يعني هو سعيد قال لي برضه هشوف friends عليها اسم جامع باحد little وراحد little لان friend is جامع طيب دول بيجوا مع غير المعدود واحد لا يكفي وواحد يكفي طب هو قال لي وسعيد اذا هو يكفي فبالتالي هقول a few friends لو قال لي هي الساب هقول few friends يبقى اذا a few few a little و little بمعنى قليل ويكفي او قليل ولا يكفي او a few بتدينا المعنى الايجابي اما few بتدينا المعنى السلبي little المعنى الايجابي و little هو المعنى السلبي وقبل ما نمشي من few و little لازم اخلي بالي ان كلمة few المعنى قليل دي بتساوي not many not many وانا عندي كلمة little اللي معنى قليل بتساوي not much not much معنى لو جاب لي جملة مثبتة فيها امفيله انا عشان احط many لو جاب لي جملة مثبتة فيها little امفيله انا عشان احط much ودي بتيجي كتير جدا في على سبيل المسال هنا يساي يعني انا ما عنديش many friends يعني انا ما عنديش اصدقاء كتير تاني فييجي في الراية وقولك استعمل لي few يعني few قليل قال لي طالما not many يبقى عشان استعمل few لازم اثبت الجملة عشان اثبت الجملة هنا بشيل don't وقول i have few friends i have few friends يعني انا عندي اصدقاء اوليين i have few friends when i say there isn't much milk in the fridge يعني ما فيش لبن كتير في التلاجة ويقولك استعمل لي little or a little طيب لما اجا استعمل little والجملة من فيها مع much لازم اثبتها طيب لما اجا اثبتها انا اشيل not خلي بالك اولاد دايما في النافي بشيل not بس الا مع don't و doesn't و didn't لان مع don't بان في don't كلها doesn't بشيل doesn't وحط s للفعل didn't بشيل didn't وخلي الفعل في زمن الماضي فلما اجي استعمل little هل هقول there is little milk in the fridge تاني there is little milk in the fridge يبقى تاني لو جاب لجملة من فيها بمني وهل استعمل فيه اثبتها جاب لجملة مزبتة بفيو وقال استعمل مني ام فيها يعني العكس بالعكس لو جاب لي جملة من فيها وفيها much اثبتها عشان استعمل little جاب لي جملة little وقال استعمل much لازم ام فيها ننقل بعد كده للمقارنة حالين فيو هتبقى fewer ولتل هتبقى less تاني فيو هتبقى fewer ولتل هتبقى less فيه than لو كان فيه than او بمعنى صح فيه مقارنة بين اتنين تاني لو كان فيه than او فيه مقارنة بين اتنين اللي هيبقى less مع غير المعدود وفيور مع المعدود وطبعا في حاجة اسمها more more اللي بس more للاتنين وده بتدينا معنى الزيادة مش معنى القلة على سبيل المثال أحمد has many fewer much little less books than علي طبعا هنا برده أول حاجة بوصولها هو الاسم اللي لقيته books بس طح لاحزن فيه هنا than إذن مني ما تنفعش much ما تنفعش little ما تنفعش لأن أنا عايز مقارنة بين اتنين طبق بقى لي fewer وبقى لي less طبعا عشان أختار fewer ولا less بقى لازم أروح للبوكس البوكس حلاقي اس جامع برافعليكم فبالتالي أختار fewer فبالتالي حقول أحمد has fewer books than علي تاني أحمد has fewer books than علي another example when I say سارة has many much little less fewer juice than ولا طبعا هنا برضو حابص على الاسم حلاقي جوس طيب جوس يا مستر معناها مني ما تنفعش وكمان fewer ما تنفعش بقى لي much ولتل ولس طيب هعمل ايه اللي حابص على than لأن بقارن هنا بين اتنين فما نفعش much وما نفعش لتل لما هل هختار يا مصر قال لي هختار less إذا لو في fewer less برضو أبص على الاسم لو كان معدودي بقى fewer لو كان غير معدودي بقى less بس أنا بختار من fewer less لما كون بقارن تاني لما كون بقارن طيب يا مصر بقى لهو اداني fewer less more احنا قلنا يا جماعة fewer less more friends than هاني واجهع اقول لك بعدها he is happy هو سعيد طيب حبص على الاسم حلاقيه جامل فبالتالي ما ينفعش لس بقى fewer مور واحدة اكتر واحدة اقل طب اكتر ولا اقل حيب على حسب المعنى طالما قال لي وسعيد فبالتالي مور هي الاقوى يبقى احمد هاز more friends than هاني تاني احمد هاز more friends than هاني وهنا بقى بلاقي الريض بيجيلي بكذا شكل يعني ييجي قول لي منا هاز ليس جوس than سورة وليستعمل مور اه طالما قال لي استعمل مور مكلسي بحكس الاسامة على طول عشان يدينا نفس المعنى فبالتالي هقول سورة هاز مور جوس than مونة تاني سورة هاز مور جوس than مونة وانا بقول لي مونة معها عصير اقل من سورة يبقى اكيد سورة معها عصير اكتر من مونة لما اجا اقول لك احمد بوت تو بوكس يعني احمد اشترى كتابين اتنين اجا اقول لك سامي بوت ثري بوكس وسامي اشترى تلت كتب ويقول لي استعمل لي مور يعني مور اكتر او استعمل لي فيور يعني فيور اقل طيب هنا لازم اسأل نفسي لو انا هستعمل فيور من اللي اشترى قال هتقول لي احمد اللي اشترى قال فبالتالي هبدأ بمين باحمد وقول احمد بوت فيور 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 سوري بوكس ذان سامي ولو لو سألت نفسي من اللي اشترى اكتر هتلاقي سامي لانه اشترى تلت كتب هنا هبدأ بسامي واقول سامي بوت مور بوكس ذان احمد ايبا هنا كل الموضوع بشوف من اللي اشترى اكتر او من اللي اشترى اقل وابدأ بي لو جاب لي المقارنة اصلا وبيقول لي استعمل العكس بقى لازم اعكس الاسامي لو رجعنا للرسم التوضيح بتاعي تاني قال لي حلاقي لما اجا قارن بين واحد ومجموعة قال لي هيبقى وهنا هتبقى تاني هنا هتبقى وهنا هتبقى بس الحلاقي لما يبقى فيه مقارنة بين واحد ومجموعة او ان انا حلاقي شكل ما شوفت اينا ذان قال لي حلاقي هنا ذا يبقى لما شوف ذا وانا هنا بقارن بين واحد ومجموعة طيب قال لي في الاكثر اسمها بس بتمشي مع الاتنين معدود وغير معدود تاني معدود وغير معدود يبقى تاني لما اقارن بين واحد ومجموعة فيوست للمعدود وليست لغير المعدود على سبيل المثال when I say Ramy has there ولتلك more ولا fewer ولا few ولا least ولا most ولا fewest money he is happy هو سعيد طيب بقولي Ramy has there طالما فيه ذا يبقى نفعش more ولا fewer ولا few بقى لي least most of fewest اللي هو ما التلاتة بيجوا مع ذا لما يكون فيه مقارنة بين واحد ومجموعة طيب لما شوف المني حالها اسم لا يعد جميل فبالتالي فيوست راحد بقى most of least قلنا طالما فيه اكتر وقال اللي بيحكمه في الاختيارات هو معنى الجملة طالما هو سعيد فيبقى معها فلوس اكتر ولا قال اكيد معها الاكتر فبالتالي حقول the most money the most money يعني الفلوس الاكتر يبقى تاني اذا جاب لي ذا اذا انا بحط نفسي في تلاتة بس the fewest the least and the most طب اداني most to least or most to fewest اللي اختار ازاي اكيد على حسب المعنى المعنى هو اللي بيحددني كتير ولا قليل another example when i say mona has the least fewest much many books ولك choose اختار هتقول البوكس اسم جامع بالتالي راحة much وراحة least بقى فيوست مني طالما فيه ذايب انا هاخد فيوست يبقى اذا لما يكون فيه مقارنة انا بحط نفسي مع التلاتة دول فيوست least and most وهنا اسعاب بيجيب لي الريد بالمنظر ده تاني اسعاب بيجيب لي الريد بالمنظر ده يقول لي احمد both less water than علي and سامي يعني احمد اشترى مية قال لي من علي وي سامي طيب هنا يجي يقول لي استعمل لي least تاني استعمل لي least طبعا هنا عشان استعمل least يبقى لازم فيه ذا وهنا هجيب the least ايه على طول يعني هنا هقول احمد both the least water تاني احمد both the least water مثال تاني يقول لي سارة has the fewest books in the class يعني سارة دي معاها قال لي كتب فين في الفصل ويقول لك استعمل لي fewer يعني ايه fewer اقل لو قال لي استعمل لي fewer يبقى معناها ان سارة معاها كتب قال لي من اي حد في الفصل هنا هحاولها بالمنظر ده سارة has fewer books than than any one in the class or any other girl in the class تاني يعني معاها كتب قال من اي حد في الفصل او من اي بنت اخرى في الفصل وبكده يبقى احنا عارفنا ايه الفرق بين الاسماء المعدودة والاسماء الغير معدودة وكمان عارفنا ازاي بحط about quantifiers اللي هي a lot of, many, much والفرق بين a lot of, many, much وكمان ازاي بحط few او a few, little او a little وازاي بحط fewer او less وازاي كمان بحط the fewest or the least تعال نشوف بقى هنطبق الكلام ده ازاي في كتاب المعصر page 66 صفحة 66 بقول له I have a time to read this year because I have more schoolwork طبعا اول حاجة بص علي كلمة time حاليا ان ال time اسم له يعد فبالتالي راحت في you وراحت في you هنا بقول له I have a time to read this year طبعا I have little time و little time يعني وقت قليل وهنا حاولك ان ما ينفعش يجيب لي less في الاختيارات لان عادية جدا انا ممكن اختار less لي يا مصر ممكن اختار less لان عادي ممكن اكون هنا في مقارنة بين السنة دي والسنة اللي فاتت يعني بقول لي I have a time to read this year because I have more schoolwork هي المورسكولورك فين عمل مدرسي اكتر طالما في more معناها ان اكتر من السنة اللي فاتت يبقى انا ممكن اقول برضو less time to read يبقى ازا يا تحتمل معنين تحتمل little وتحتمل less وشكل ما قلنا هو حايديني واحدة بس في الاختيارات من في الامتحان مش حايديني طبعا الاتنين تعالى number two there are english cars there are english cars than korean cars in egypt there are english cars than korean cars in egypt انا برضو حاولك ان فيه ذاني يعني فيه مقارنة خلاص اذا least راحت with the fewest كمان راحت with the least كمان راحت ما بقى ليش قال له fewer fewer جميلة كلام اللي بعدها number three people in egypt have visited london تاني people in egypt have visited london طبعا حبصت على ال people حلقها جمعي يعني راحت the least وراحت less وراحت little ما بقاش قال له few تعال نشوف page 67 بيقول لي people drink water when it's hot people drink water when it's hot طبعا برضو حبص على water حاليا اسم لا يعد يعني راح فيه خلاص وراحت مني وراحت افيه ما بقاش اصلا كده كده قال له much طب لو مديني much or little حقول لك في الصيف في الحر بنشرب ما كتير ولا ليل حتقول لي كتير بمتش اللي بعدها بقول students usually have a sleep on the bus تاني students usually have a sleep on the bus طبعا الطلبة نوم ايه في الاوتوبيس طبعا برضو حبص على sleep sleep قلنا الاسماء المجردة كلها اسماء لا تعد فبالتالي ما ينفعش فيه ولا ينفع فيه بقى least طبعا هنا عشان اختار least لازم يكون قبلها ذا فعشان كده لازم اقول little طبعا بقارن هنا علي بكل ايه الفصل حبص على ماركس حال ايها جمع يبقى ازا عندي فيور رايحة كده كده وعندي little برضو ما تنفعش خلاص طيب ازا عندي the most with the fewest طيب اختار الكتير ولا ليه القلت اللي بيحكم للمعنى واللي is not really clever or active يعني هو ولا زكي ولا نشيط فبالتالي اكيد جابت درجات الاقل the fewest people have interest in historical stories nowadays طبعا هبص على interest حاليا اسم لا يعد الاسماء المجردة اسم لا تعد فبالتالي فيوست راحت وفيو راحت بقى لي list وبقى لي list طبعا عشان اخد list لازم يكون قابلها the فبالتالي حقول list اللي بعدها students read historical stories طبعا هنا هبص على students حاليا هجمع يعني راحت little وراحت much وراحت list مفيش قال له فيو the next the amount of water that I should drink everyday is كذا يبقى the amount of water I should drink everyday هبص على amount حاليا هكمية يعني فيه فرق لما قولي number ولما قولي amount لقى قولي number يبقى كده يكونه معدود قال لي amount يبقى كده كمية غير معدود وهنا ذا ذا يعني هاي الصفة يبقى فيو راحت ولس راحت ففيوست غلط ليه لان الاسم ده amount لا يعد فبالتالي هقول list the list تعال نشوف الريب بتاعنا يبقى not many people like detective stories not many people يعني مش ناس كتير بتحب detective stories هنا جاب لي not مع مين يبقى اللي استعمل فيو كل الموضوع اللي انا هشيني not many واقول few مكانها يبقى few people few people like detective stories few people like detective stories the next i don't have as much interest in adventure stories as i do in mysteries يعني انا ما عنديش اهتمام كتير في القصص المغامرة شكل قصص الالغاز هنا بيقول لي استعمل less يعني less اقل طبعا فين الاسم اللي هو حيجي قبله less interest فاذا هقول هو بيقول لي ما عنديش اهتمام يبقى ايزا انا عندي اهتمام قل بقصص المغامرة من قصص المسترز فاذا هنا لازم يحاول الجملة دي الجملة مثبتة فحقول i have less interest ثاني i have less interest فين يا سيدي an adventure stories طبعا هنا لازم اجيب than يبقى than وحط in mysteries the next سامي would like to play volleyball but he doesn't have much time طبعا بقول لي سامي عايز يلعب كرة الطائرة بس ما عندوش قلنا not much بتساوي little فالجملة الولا دي هتتقال شكل ما هي عادة خالص وببعض شكل ما هي هقول he طبعا هنا النافي بضازنت لازم اشيل دازنت لكن لا وازود للفعل اس فبالتالي هقول he طبعا هاف ينفع قطي له اس وطبعا هاف زي قال لي لها طبعا لازم اجيب has طيب تعال نشوف كده اللي بعندها أنا اشتريت لك كتب وعلي اشترى خمسة إذا من اللي اشترى قال أنا إذا لازم أقول I bought fewer books than Ali I bought fewer books than Ali The next All students play football Except for two students Who play tennis ولي كل الأولاد بيلعبوا قروا قدم معده اثنين بس هما اللي بيلعبوا تنس إذا اللي بيعبوا تنس هما آل لناس فبالتالي حقول Students Who Play Tennis ما لهم أو The fewest يعني are the fewest يعني هما الآل The next Many people speak English Only a few people speak Japanese بقول لي إن كثير من الناس بتكلم انجليزي بس عدد أولئي اللي بيكلم إيه ياباني Fewer than إذا نعاوز أقول للناس اللي بتكلمي الياباني آل من الناس اللي بتكلم انجليزي إذا نحاقول People People Who Speak Japanese Or Fewer Than People يعني أقلل من الناس اللي بتكلم انجليزي رودانا Has fewer books than ملك طبعا قال لي Fewer than more يبقى لازم أعكس الأسامي يعني أقول ملك Has More Books Than رودانا طبعا نشوف مونة بوت ليست ووت ثان سالما أن يوسف خلي بالك هنا بقرم بين واحد واثنين بس لما جاب لي اسم الاثنين جاب لي عادة صفة يار طيب هو بقول إستعمل ليست يعني ليست الأقل هي مين مونة برضو يلي اشتريت الآل فإذا هقول مونة بوت ذا ليست Water منبوت The least water The next How much tea do you drink a day How much tea do you drink a day طبعا يا جماعة احنا عارفين إن أي اسم لا يعد عايزة حوله الاسم معدود بحطه قدامه بارتاتيبز ليه ألفز تجزئة ودي خدناها قبل كده كتير يعني مثلا لما قوله أقوله عايزة عدها فأقول مثلا ممكن أقول فإذا لما حطت قبل الاسم لفز تجزئة إذن ممكن أعد لفز تجزئة أنا مش بعد الاسم الغير معدود نفسه يعني فإذا فإذا هقول how many cups of tea يبقى كده حولته من اسم لا يعد لاسم معدود لو أقول لي how much water أقول له how many bottles of water يقول لي how much lemonade أقول له how many cans of lemonade بقى لما حطت قبلها لفز التجزئة عادي ممكن أعد لفز التجزئة ده how many cups of tea وأكمل سؤالي عادي خالص do you drink a day تعال نشوف بقى الجزء الخاص بكتاب جيم على الجرامر اللي موجود معنا النهاردة طبعا لو بصينا في page 50 صفحة 50 بقول لي number one February has days then march برضو هبص على كلمة days days اسم جمع طيب days اسم جمع طب ما قلت لتحته كله معدود يا مستر اللي بس حلاقي than معناها أني فيه مكرنة طيب طالما في thanي بحاخد fewer ثاني طالما في thanي بحاخد fewer this bottle has orange juice in it orange juice in it طبعا juice اسم له نوعا ما بصش على كلمة orange orange هنا صفة للجوز هو أي نوع من العاصيل what kind of juice it's orange juice طيب all this bottle has a orange juice in it طبعا هنا juice لا يعد راحت the fused وراحت fewer طيب بقى the least وبقى least طبعا عشان least لازم جيب لها they ولازم أقول the least orange juice in it number three there are than twenty people on the bus today طبعا ال people اسم جمع طيب اسم جمع يعني راحت little وراحت least طيب في thanي يا مستر يبقى ازا هاختار fewer than the next which has legs a spider or a horse طبعا الحبايبي هنا في مقارنة بين ال spider والhorse والليس دا اسميه جمع فبالتالي هاختار fewer fewer the next what's that time you have spent playing computer games about what's that a time time هنا معناها وقت مش معناها مرة فبالتالي اسمي لا يعد راحت fewer وراحت فيوست وانا عندي مين يا حبايبي ذا يبقى صفة least time the next my notebook has pages than your notebook في هنا مين than طيب يبقى ازا طالما في than few مجيش وليستي كمان مجيش بقى fewer طب بيجز ما لها اقول له بيجز دي اسمي جمع فبالتالي هاختار fewer fewer تانشو بيج 51 people have interest in historical stories طبعا الانتريست اسمي لا يعدون الاسماء المجرد كلها اسماء لا تعد يعني fewer راحت يا مستر غراف عليك وفيو كمان راحت بقى least وبقى less قلنا عشان اختار least لازم يكون في ذا طيب يبقى ازا ما فيش الله less يبقى less interest in historical stories the next students often have sleep during school time than يبقى في هنا than معناها للت الراحت ومعناها كمان للليست الراحت يبقى فيور بقى less طب sleep sleep اسم لا يعد يبقى التالي هاختار less شوف انا ماشي ازاي واحدة واحدة number nine friday have the number of cars on roads طبعا the يبقى نعايز صفة city يبقى least to fused less راحت fewer راحت طب number قلت لما قولي number يبقى معدود يقولي amount يبقى غير معدود فبالتالي هنا اختار fused number the fused number the next the doctor advised the child to eat a sweets طبعا the sweets قلنا اسم جامعة جماعة ما مفعش حط قبله a طيب ما مفعش حط قبله little ما مفعش حط قبله much ما بقى شلمين fewer sweets fewer sweets قلنا sweets اسم جامعة ملوش مفرد the next anas eats jam sandwiches of all his brothers and of all من كل اخواته يبقى بقرنوا بكل يا حبيبي بكل اخواته فبالتالي عزة وصفة ايستي طب فاللي بقى لك الناس حتشوف جام حتقول اسم لا يعد تاني الجام هنا صفة لكلمة sandwiches شكل ما orange كانت صفة لكلمة juice يبقى الاسم بتاعها sandwiches اسم جامعة فبالتالي حقول the fewest sandwiches the fewest sandwiches the next my brother is not active بقول لي مش نشيط active يعني نشيط بقول لي اخويا ده مش نشيط he spends a hours studying than I do than hours ما لها جامعة يا مستر جميل يبقى i spend ايه hours حقول لك طالما في than يعني انا عايز مكرنة وقال لي هو not active هو not active يبقى راحت many طيب وراحت less جميل يبقى ايزا هقول fewer يا مستر طب ليه ما قولتش more ما انا قولت more or fewer بتبقى على حسب الايه على حسب المعنى حبيبي طيب المعنى هنا بقول لي ان هو مش نشيط هقضي وقت اقل هقضي ساعات اقل ولا ساعات اكتر لا هتقول لي ساعات اقل فبالتالي حقول fewer the next january has more days than february طيب بقول لي استعمل fewer جايب له more بقول لي استعمل fewer بلازمها لي بالاسامي يعانا حقول february has fewer days than january the next علي has more books in his bag than احمد fewer برضو ألب more لفير يبقى لازم عكس الاسامي يعانا حقول أحمد has fewer books in his bag than علي the next منبوت more books than mayar بقول لي مايار وبعدها نقط كده يعاني نبدأ بميار ومعنى ان نبدأ بميار اللي بقى لازم عكس مور طب يا مستر وانا هعكس مور للس ولا عكسها لفير هقول لك البوكس الجامعي بقى لازم عكسها المينة حبايبي لفير يعانا اقول مايار بوت فيور بوكس than مونة طيب تعال نشوف اللي بعدها traveling by ship is it cheaper than traveling by plane بقول لي بقول لي traveling by ship is it cheaper than قال لي ممكن احاول cheaper للسكسبنسف 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 بتدينا حبايبي معنى cheaper تاني للسكسبنسف للسكسبنسف بتدينا معنى cheaper وطالما هو هو نفس المعنى فاذا انا مش هغير الاسامي يعانا حقول traveling by ship is less expensive than traveling by plane تاني علي eats three sandwiches نبيل eats two sandwiches خلي بالك علي بيأكل تلت سندويتشات ونبيل بيأكل سندويتشين اتنين بس يبقى هو بقول ليستعمل fewer مين بيأكل أكيد من نبيل يبقى لازم يبدأ به وقول نبيل eats هنا بقى مش حجيب أرقام يبقى حجيب fewer وحجيب الاسم بتاعي sandwiches than علي يبقى معنى هني نبيل بيأكل سندويتشات قال لي من علي طب سندي eats the least chocolate in our family بتاكل الشوكولات احنا قلنا هنا بقول الاجابة بالطريقة دي سندي eats less chocolate than هنا ممكن أقول anyone in our family أو any other person يعني اي شخص in our family تاني حول سندي eats the least chocolate than anyone in our family or any other person in our family خلصنا الجرامر بتاع الوحدة التانية اللي كان بيكلم عن countable and uncountable nouns وكمان حلينا عليه في كتاب المعاصر وكتاب jim وده تأكيدا على الشرح اللي احنا شرحناه يارب تكونوا فهمتوا معنا الدرس النهاردة وكمان اتقنتوا وكمان هضمتوا بشكل كامل خلي بالك فعل الجرس وكمان اشترك بسرعة لو لسه مشتركتش وقول لكل زمالك انهم هشتركوا عشان يقدروا يشاهدوا كل الحلقات ان شاء الله جود باي السلام عليكم اشتركوا في القناة